السلام عليكم عايزة تعملي سناك حاجة كده سهلة وسريعة وخفيفة وموفرة عالجيب تعالي بسرعة شايفين يجنن حاجة كده تحفة عندنا كوبية مكارونا كده زي ما اي نوع مكارونا عندك مفيش مشكلة هنجيب مية سخنة وهننزل بالكوبية بتاعتنا وهنقلب كل الكلام ده ونسيبه عن نار لحد قبل السوى بحاجة بسيطة زي ما انتو شايفين مش عايزين هتتهري لأ تستوي بس مش قوي يعني هنحط عليها معلقتين كبار دقيق هنحطها طبعا كلها في كيس علشان الموعين زي ما انتو شايفين وهنحط عليها معلقتين دقيق ومعلقة واحدة نشا وكمان اي بهارات عندك عندك بهارات بطاطس شوية ملح شوية عايزة تعمليها بالكمون عايزة تحطي عليها لمون براحتك انا عملتها النهاردة ايه زي الدوليتيوس كده بالزبط حطيت عليها كركم وحطيت عليها بابريكا وبهارات بطاطس وشوية ملح هقلب كل الكلام الجميل ده زي ما انتو شايفين كده وقلبه كويس جدا عشان كل حاجة تختالط زي ما انتو شايفين بس اهم حاجة تبقى سخنة زي ما انا صفتها قدامكم بسرعة وروح تنازل بها في الكيس مش هسيبها تبرد عشان ما تلزقش في بعض زي ما انتو شايفين كده جاري بقى على طاصة سخنة وحننزل بالخليط بتاعنا الجميل التحفة اللي ما خدش خمس دقايق فعميله بصوا حكاية هنقلب كل الكلام ده وادكي فيه علشان ما يلزقش حاجة كده خيل تجنن ارمشة ايه كرسبي قوي يلا بينا نشوف بقى كمان هنفضل نقلب وادكي فيها زي ما انتو شايفين تجنن تقلبي كده من تحت وفوق وعد سيبيها عايزة الزيت يبقى كتير براحتك انا طبعا حطيت حابة زيت بس صغيرين وقعد تقلب الله شايفين الربط تستوي هاي حكاية سناك بقى تحفة ورخيص جدا وكل البيوت مفيش حد ما عندوش كيس مكارونا زي ما انتو شايفين ساهل جدا قلبنا بقى يلا بقى تطلعي على منادي المطبخ زي ما انتو شايفين اهو شايفين لونها الله هنطلع بقى بكل الكمية بتاعتنا واحدة واحدة وطفينا النار علشان ما تتحرقش منك ايديكي فيها ايو عي تسبيها وتمشي الله بصوا شكلها تجنن خطيرة بجد سناك طحفة النهاردة الله عالكلام الكبير ده بجد كانت اختراح حطينا عليها سنة ملح بسيطة كده وحبت بهارات بطاطس برضو تاني علشان بصوا تدعمها اكتر واكتر زي الدوريتوس بالزبط وحبت بابريكا تاني وحبت كركم كده عالوشة عشان تبقى نفس التست كده البهارات عليها وتبقى ايه عايز اقولكو اتخطفت النهاردة اتخطفت تجنن الله على الطعم الله تجنن وصفة خطيرة لو عجبك الفيديو تساشي لايك والاشتراك في القناة يا جميلة بحبكم كتير جدا السلام عليكم